صراح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الروكن تركي المالكي بان قوات التحالف المشتركة تمكن الصباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة مفاخخة بدون طيار اطلقها الحوثيون باتجاه السعودية واضاف انه تم اطلاق الطائرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية واعلن المالكي امس الاربعاء اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الاحمر اطلقهم الحوثيون في اليمن ونقلت وكالة الانباء واسع عن المالكي قوله ان قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للميليشيات الحوثية الارهابية القيام بعمل عدائي وارهابي جنوب البحر الاحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد اطلقتهم الميليشيات الحوثية الارهابية من محافظة الحديدة واضاف المالكي انه تم تدمير الزورقين المفخخين والذان يمثلان تهديدا للامن الاقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية اشتركوا في القناة